ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عندنا المشروبات الساخنة اللي بيستخدموها الناس في فصل الشتاء منقوع المرمية والنعنع والينسون وللمحافظة على صحتك وصحة الآخرين وسلامة الغذاء يتعين عليك مراعاة الإرشادات الآتية في أثناء تجهيز الطعام والشراب الأمور الواجب مراعاة في أثناء تجهيز الطعام والشراب أولاً عندنا حفظ ثلاثة منهم هدول يا رابع أول إشي تقليم الأضافر والمحافظة على نظافتها يجب علينا تقليم الأضافر والمحافظة على نظافتها نين غسل اليدين وتجفيفهما قبل بدء العمل يجب علينا أن نخسل أيدينا وأن نجففهما قبل أن نبدأ بالعمل ثلاثة التحقق من نظافة الأواني والأدوات والتجهيزات المستخدمة وغسلها بعد الانتهاء من العمل وتجفيفها جيداً ثم وضعها في مكانها ثلاثة التحقق من نظافة الأواني يجب علينا أن نتحقق من نظافة الأواني والأدوات التي نستخدمها والتجهيزات المستخدمة وغسلها بعد الانتهاء من العمل يجب علينا أن نغسلها بعد الانتهاء من العمل ويجب علينا تجفيفها جيداً ثم وضعها في مكانها المخصص أربعة الحرص على نظافة المواد الغذائية المستخدمة في إعداء الأشربة كيف الحرص على نظافة المواد الغذائية؟ المواد اللي بنستخدمها مثل المرمية والنعنع أو الينسون يجب عليها أن تكون نظيفة حتى نستخدمها في إعداد الأشربة خمسة استخدام السكين بإشراف المعلم أو ولي الأمر فقط يجب علينا عند استخدام السكين أن يكون بإشراف المعلم أو ولي الأمر ستة تشغيل الخلاط الكهربائي بإشراف المعلم أو ولي الأمر يجب علينا أن نشغل الخلاط الكهربائي بإشراف المعلم أو ولي الأمر فقط عندنا طريقة إعداد منقوع المرمية عندنا المعلومات التي يجب أن نستخدمها المواد والأدوات والتجهيزات اللازمة في إعداد منقوع المرمية عندنا خطوات العمل طبعاً أنتم عارفين أنها مش مطلوبة منها بس عندنا النقطة الثلاث نضع أوراق المرمية في الماء المغلي ونتركها منقوعة فيه ونغطي الوعاء مدة خمس لسبع دقائق لماذا؟ لاستخلاص ما أمكن من مواد النكهة عندنا أيضاً إعداد مشروب الينسون عندنا المواد التي نستخدمها والأدوات والتجهيزات عندنا خطوات العمل عندنا النقطة أربعة يجب علينا غلي بذور الينسون مدة لا تقل عن 15 دقيقة وتركها مدة خمس دقائق في الماء المغلي هاي عنا يا رابع المشروبات الساخنة والمرة الجاي منكمل المشروبات الباردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر